مساء الخير بنات مساء النور نتمنى تكونوا بأحسن أحوال يا رب ومرحبا بكم في القناة البسيطة والمتواضعة اليوم في هذا الفيديو اجبت لكم منتوج للقضاء على سويداد المناطق الحساسة قبل ما امدى الفيديو نتمنى من الناس لك يشوفوا الفيديوهات الاول مرة يشتركوا في القناة ويفعلوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد ديلي وبنسبة المشتركين ديلي ما تبخلوش عليها بلا جام من بعد ما شفت بزاف ديالتعاليق بزاف ديالأخوات كي يعانيهم هاد المشكل ديالإسويداد المناطق الحساسة وها حطيت ديبرودوي اللي هم شوية غالين في الثامن بزاف الناس مساكن كيتلبون مني ديبرودوي اللي يكونوا في متناوى الجميع جبت لكم اليوم هاد المنتوج هادا للقضاء على إسويداد المناطق الحساسة هاد المنتوج غادي يجيكم شوية غريب أو ممكن تكونوا مع عمركم ما شفتوه هو توبي كاخت كي يجي علي هاد الشكل هادا هو في الأصل هو علاج لأمراض الجلدية في حل الإكزيمة الصدفية الحزاز حكة تهيج وفي نفس الوقت هو كيعالج هادوك التصبغات الجلدية اللي كتكون صعيبة اللي كتكون داكنة بزاف في المناطق ديالجسم خصوصا المناطق الحساسة نزيد نوضح لكم أكتر البنات المناطق الحساسة كنقصد بها ما بين الفخدين ممكن نستعملوه حتى الشفارات المهبل أي منطقة ما بين الفخدين تحت الإبطين الركابي العنق ما كنصحش به الوجه غير في حالة إلا كنت عدنا القزيمة أو الصدفية أو طفح جلدي حكة أو حزازة من غير الوردية الوردية الناس اللي عندو من الوردية مخصومش يستعملو هاد الكريم هادا كيما قلت لكم اللي عندو هاد الأمراض الجلدية اللي ذكرت من غير الوردية يستعملوه فقط على المنطقة المصابة مثلا عدنا حزازة فوجهنا هادي تحطوه غير على هذيك الحزازة في حالة هادي تطاليوه هاد شوية و صافي متستعملوش لوجه ديلكم كامل ومخصوش إقيس العينين ديلكم واحد نقطة البنات ممكن تتعملوه حتى الفروة ديال الشعر إذا عنكم شمارة جلدي في الفروة ديال الشعر ديالكم حكة كزيمة طفع جلدي ممكن تتعملو حتى هو كيقضي على هاد المشاكل الجلدية هادو اللي ذكرت و في نفس الوقت كي قضي بالشكل فاعل على التصبغات الجلدية اللي كتكون حادة داكنة وقبل ما نساح تلناس اللي عندهم مشكل دي الأطار ديال الحبوب أطار ديال الحبوب راكيصلح لها هاد المنتوج هادا طريقة ديال استعمال ديال المنتوج سهلة جدا خصة ديال منطقة تكون نضفة مزيان خصة تكون ناشفة مزيان من الماء كنوضعوه لاتكسيو ديالو في حال هيدا حاليب كنوضعوه لاتكلمنطقة وكان ايطاليو هيدا وحد شوية سافي ودغيك يشرب دغيك ينشف كنستعملوه غير ملي الليل والفعالية ديالو دغيك تبعا الحساب عاود القوة القوة ديال تصبغات فهمتيا لكانو تصبغات خفيفة في طبع الحال دغيه غدي تحيد لكانت تصبغات لي قوية داكينا بزاف راخش شوية ديال الصبر اما هو رهجد فعال نقدر نقول لكم اكثر حاجة لفعالة كينا في الصيدلية وبثامن مناسب هي الكريم هادي المرأة الحامل والمرضع مخصص تستعمل هاد الكريم هادا نهائيا حتى الاطفال ممكن يستعملوا هاد الكريم هادا ثامن ديالو 24 درهم وموجود في الصيدليات كانت هادية الفيديو دياليوما البنات إلا عندكم شي تساؤل خليوا لي في تعليق وأنا فرحان أني جبت لكم هاد المنتوج هادا وتحددت لكم عليه جربوا غادي نفعكم بزف وردوا ليه في الكومنتر وخليتكم بألف خير السلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة